الطفل الصغير مايكل يقرع الطبول ابتهاجا بنصر كروي لبلاده يراه قريبا تصفق الأم والأب فرحا لتصرف صغيرهما فيما ينخرط الأخرون في ترديد الأغاني والأهزيج أملا في رؤية انتصار يجدونه ممكنا بل وأكيدا هذه الأجواء المونديالية لا تحدث في أحد ملاعب البرازيل حيث الدورة الحالية لكأس العالم بل هي هنا في أرلينغتون في مركز منظمة برافا برافا لتشجيع كرة القدم بالمئات التقوا هنا في هذا المساء والمناسبة هي أولى مباريات منتخب أمريكا ضد نظيره الغاني في كأس العالم أعتقد أننا قادرون على تحقيق عدة انتصارات فازت أمريكا في مبارتها تلك وأطلق الأنصار أصوتهم العالية التي ملأت أطراف المدينة نامت المدينة وهي مطمئنة على مستقبل منتخب أمريكا في بقية مراحل كأس العالم في الصباح الموالي نزلت مع فريق التصوير لشوارع واشنطن لأسأله كيف يتابع الأمريكيون كأس العالم بالتأكيد كرة القدم أصبحت تحقيق شعبية واسعة في أمريكا لا أتابع كرة القدم لكن يحريص على مشاهدة أمريكا في كأس العالم تقول هذه المجموعة من الشباب وهم يغادرون لتوهم المدرسة في اتجاه المركز التجاري كينغستاون لمتابعة مباراة أخرى من مباريات كأس العالم عن شغفهم بالدورة العالمية كأس العالم فرصة جيدة للتعرف على شعوب أخرى تتنوع الأعراق في أمريكا ويختلف الاهتمام بأنواع الرياضات بين الأمريكيين أصدقائي لا يبدون اهتماما بكرة القدم لكنني شغوفة جدا بهذه الرياضة وأخبارها سؤال الذي كررته على الجميع هل باتت كرة القدم رياضة شعبية في أمريكا ومرة أخرى تختلف الإجابات من مجموعة لأخرى بل ومن متحدث إلى آخر أتابع كأس العالم بشغف واهتمام كبير ربما كانت فكرة أن رياضة كرة القدم ليست شعبية في أمريكا بحاجة إلى مراجعة رابح فلالي الحرة واشنطن